مشاهدين اينا ما كنتم طابت اوقاتكم اهلان ومرحبا بكم معنا العدد جديد من برنامجكم الاسبوعي قضية ونقاش كنا وسنبقى فضاء للرأي والرأي الاخر الا لمن اقصى نفسه اذا مشاهدين وكما تبعتم على مدار اسبوع كامل هو في الحقيقة اسبوع سياسي ساخن كيف لا والتصريحات النارية التي اطلقها من عام حزب جبهة التحرير الوطني صنعت الحدثة عمر سعداني عاد لهوايته المفضلة ان صح التعبير وعاد ايضا لمهاجمة الفريق المعجول او المتقاعد محمد ميدين عمر سعداني الفة توظيف بعض المصطلحات في مهاجمة الفريق تفيق لكن اليوم سعداني رفع السقف عاليا كيف لا واليوم اصبحنا نتحدث عن اتهام الفريق المتقاعد محمد ميدين بالظلوع في اثارة الفتنة والقلاق بغرداية واللعب على وطر الجهوية هكذا قال سعداني سعداني ايضا واصل قصفه كيف لا وهاجم غريمه السابق في الافلان عبدالعزيز بالخادم هذه المرة سعداني لعب على وطر الماضي الثوري والتاريخي لامين عامل افلان الاسبق عبدالعزيز بالخادم الجزائر كانت تحت الصدمة على مدار اسبوع كامل في عقاب تصريحات سعداني ردود فعل من هنا وهناك عائلة عبدالعزيز بالخادم بالسوقر وبآفلو خرجت للاحتجاج في الشوارع الفيسبوك التهب على الطريقة الجزائرية بالاف التعليقات التي تصب في خانة الحديث عن انزلاق او انحراف مستوى النقاش السياسي بالجزائر بالخادم ايضا مثل ما تصفه اوساط افلانية ابدت وفائها للامين العام الحالي عمار سعداني بالقول بالخادم عبارة عن ذئب سياسي في انتظار الانقضاظ على قصر حيدرة هذا هو الهدف رقم واحد بالخادم في المرحلة الحالية انصح التعبير مثل ما يقول خصومة قلنا سعداني هل اصبحت ايام وهو معدود على رأس الحزب العتيد هذا ما ستكشفه قادم الايام خاصة ان البعض يقول ان سعداني يتحدث من موقع قوة وهو يناور وله من يقف معه في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها حزب جبهة التحرير الوطني ويحيى وبقي هو الاخر خلال هذا الاسبوع وفي لخطابه وسياسته وكلامه الدبلوماسي بالمعنى ما يبكي ذيب ما يجوع الرعي هذا هو ويحيى الذي عرفه الجزائريون منذ نهاية بداية التسعينيات انصح التعبير مقري وفي منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك في تعليق له على اختيار عبدالوهاب دربال مثل ما اقترحه الرئيس بوتفليقة للاشراف على الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات مقري قال انه حتى لو كان يعني صحابي جليل يوضع على رأس هذه الهيئة يعني بالعامية منستعرفوش به هكذا قال عبدالرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم هو اسبوع الساخن مشاهدين سنحاول من خلال استضافة نخبة من السياسيين والاكاديميين ان نسلط الضوء على مستقبل المشهد السياسي بالجزائر واي سيناريوهات مطروحة لكن بعد الفصل وكما عودناكم مشاهدين ودون اطالة اسعد بالترحيب بضيوفي هنا في بلاتو قضية ونقاش ابدأ مع سيد حسين خلدون وضع المكتب السياسي الحزب جبه التحرير الوطني مكلف بالاعلام اهلا بك سيد الكريم وتعزين مرة اخرى من بلاتو قناة النهار اثرى فقدانكم لشقيق شكرا سيد الكريم وسيكون معنا ايضا مشاهدين الوزير والديبلوماسية الاسبق وعضو هيئة التشاور والمتابعة سيد عبد العزيز الرحابي اهلا بك سيد الكريم وسيكون معنا ايضا الدكتور عمر الخيلة عضو المجلس الدستوري سابقا وحلل سياسي وايضا الان تشتغلون كاستاذ جامعي اهلا بك سيد الكريم شكرا وسيكون معنا ايضا على المباشر الدكتور فلال غويني الامين العام لحركة الاصلاح الوطني المتواجد بمقر تشكيلته السياسية مساوك سعيد سيد الكريم مساء خير وشكرا على الاستضافة وتحية لك ولذيوفك الكرام ولكل المشاهدين شكرا سيد الكريم دون ايطالة مشاهدين نبدأ النقاش وانصح التعبير قبل ان نفتح القوس المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات خاصة وانه الرئيس بوتفليقة اقترح اسم مقرب من الطيار الاسلامي كيف لا وهو كان نائب برلماني عن حركة النهضة في وقت مضى ثم عين في مسؤوليات تتعلق بالديبلوماسية اخرها كان سفير بالمملكة العربية السعودية عبد الوهاب دربال اقترحه الرئيس بوتفليقة على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات والبداية ستكون بالتشريعيات 2017 التي هي محل جدل في الساحة السياسية بين مشارك بين متحفظ وبين معارض او مقاطع لهذه العملية هذه هي صورة عبد الوهاب دربال الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة لتولي هذا المنصب كان احمد اويحي الامين العام لارندي لكن بقبعة مدير ديوان رئاسة الجمهورية قد وزع هذا المنشور المتعلق باقتراح عبد الوهاب دربال على الطبقة السياسية ابدأ معكم سيد حسين خلدون في هذه النقطة بالذات هل بدأ العد العكسي لتشريعيات 2017 من خلال هذا الاقتراح من قبل رئيس الجمهورية شكرا بعد ذلك باسمنا الرحمن الرحيم شكرا على استضافة اخ احمد تحية لضيفيك الكريمين تحية لمشاهدي قناتكم المقرة انا ايضا اشكركم على تعازي الخالصة التي تلقتها عائلتي وصلاة عن نفسي ونيابة عن والدي وعن اهلي وعن كافة عائلة قلدون نشكر كل من وقف إلى جيبنا في هذا الموصب الجلل نشكر كل من وسنة والحمد لله نحن راضون بقضاء الله وقدره فيما يتعلق بسؤالكم اخي احمد في البداية لابد من ان نشير الى ان الدستور الجديد هذا هو ثمار الدستور الجديد وان الاجراء المتعلق باقتراح شخصية شخصية الاستاذ عبدال على طبقة سياسية في مستوى الرئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات اعتقد بان هذا الفعل يمشي او يسير في طريق تعميق المسار الديمقراطي تعزيز الديمقراطية في الجزائر وهو فعل دستوري فعل ديمقراطي بانتياز وغير مسبوق لان هذا هو البداية انتع تطبيق الدستور الجديد اذا نحن في جبهة التحير الوطني قبل يعني الحديث عن لان الاجراءة على الاستشارة هو عبارة عن مراسلة مكتوبة تذهب الى قيادات الحزب السياسية لابداء رأيها ولكن من حيث المبدأ نحن نعرف الاستاذ عبدالهوب درباج سيد عبدالعزيز رحابي البعض يقول اليوم انه رئيس بوتفليقة نصب فخ للمعارضة من خلال اقتراح اسم محسوب على الطيار الاسلامي في الجزائر اسم له بعفية دبلوماسية بعيدا للامور التقنية يعني في انتظار ما ستسفر عنه يعني تحركات مدير ديون رئيس الجمهورية احمد اويحيا الان مع بداية العد التنازل لموعد تشريعيات تبقى سياسية خاصة تشكيلات المعارضة لم تفصل بعد في قرارها النهائي بين متحفظ بين مقاطع بين من ينتظر استشارة قواعده الحزبية شكرا اولن رئيس الجمهورية لم يقترح يعين مش في عادات الرئيس بوتفريقة انه يقترح ثانيا لا اعتقد ان سيفته اسلام بين رئيس الجمهورية ينوي من حقه انه عنده السلطة انه يعين عنده السلطة انه يعين ثانيا مش مهم انه وجه امتيار سياسي اسلامي ووطني لان قبل ذلك كان مجهدين وضباط في الجيش تعضوا التحرير الوطني كانوا ترأسوا هذه الهيئة الشيء الذي همنا اساسا الاشخاص بيقدر ما تهمنا المؤسسة في حد ذاتها هل المؤسسة في حد ذاتها هل راح تنظم الانتخابات او تراقب الانتخابات هذا هو المشكل الاساسي هل هي حقيقة عنده السلطة عنده سلطة على الولي لنظم حقيقة الانتخابات في الولايات هل عنده سلطة على وزير الداخلية كما هو الحال في هذه الهيئات المستقلة اللي موجودة في كثير من الدول لأنها ليست فكرة جزائرية هذه موجودة مثلا في المكسيك منذ 15 سنة وهيئة عليا مستقلة تماما عن الحكوم بما في ذلك حتى محكمة تراقب الانتخابات وتتبث في القضايا عن نزاح إذا كان نزاح بأي الأطراف لا أعتقد أن هذا إضافة جديدة إلى المنظومة الانتخابية الجزائرية بصفة عامة فيما يخص الانتخابات والمعارضة القرار الأخير لهذه التشاور المتابعة لأنه تتشاور أصلا لا تأخذش قرارات هذا من سيادة الأحزاب يبقى من صلاحيات الأحزاب وسيادة الأحزاب التي هي التي تقرر أنها تشاركة أو لا تشاركش في في هذا الموعد الانتخابي أغلبية الأحزاب إلى حد الساعة متوجها إلى المشاركة خيار المشاركة في الانتخابات التشريعية سيا أمر خيلة رئيس بوتفليقة ينوي أو له صلاحية تعيين الشخصية التي ستتولى إلى رئاسة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات يعني أمور تقنية بحتة وكانت كل موعد الانتخابية يعني محل تعينات وغيرها لكن المفارقة اليوم أنه هذه الانتخابات التشريعية تأتي بعد أول دستور يعني أقر مثل هذه الميكانيزمات لكن اليوم المعارضة تتحفظ يمكنكم أن نرى الآن عبد الرزاق مقري ماذا قال في أول تعليق له إن أمكن زملائي أنه قال لك حتى لو يضعون صحابي جليل على هذه الهيئة يعني صورة أنه هذه الهيئة عبارة عن ألية من ألية تزوير الذكي لأنه يقول لك كما قال رحابي القرار الأخير والأول في أي موعد انتخابي بيد ولاد الجمهورية على المستوى المحلي ووزير داخلية مركزية هم يطعنون في شرعية هذه الهيئة كثوليا السيد رئيس الجمهورية طبق المادة خمسة من القانون الصادر يوم 11 أود 2016 المتضمن إنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات مراقبة الانتخابات الأخوة في المعارضة كانوا يصرون على وجوب تأيين هيئة تشرف على مختلف العمليات التي تخص العملية الانتخابية هيئة مستقلة هيئة مستقلة للإشراف لما أقول إشراف تنظيم وإشراف لما أقول إشراف وإشراف بكل مكوناته لكن الآن القانون الذي رأوا موجود بين الديارة سيتكلم عن الجانب التنظيمي وهذه اللجنة أو الهيئة هذه هي بمثابة إعادة دمج للجنة السياسية واللجنة القضائية مع إبعاد الطابع السياسي الآن سيتكلم عن المجتمع المدني معناها التمثيل الحزبي غير موجود في هذه اللجنة تبقى القلرة موجود الموقف أين رهو؟ الموقف أنه الآن عدنا قوة سياسية ما يعرف بقوة الموالات ومن يوالي الموالات هذه راح تأجد راح تتحفظش باقي القوة السياسية راح تبدي التحفظ مش التحفظ على شخص سيد دربال ولكن التحفظ على اللجنة لهيئة كامل من خلال صلاحيتها أنا كمتابع لا أنا كمتابع للشأن العام أقول بأن العملية الانتخابية نزهتها وصدقيتها وتمثيليتها وديمقراطيتها في ظل قانون الانتخابات سري المفعول اليوم وفي ظل قائمة النسبية لا يمكننا الحديث وأي حديث عن سلامة العملية الانتخابية أو نزهتها أو ديمقراطيتها وفي ظل اعتماد الدائرة الانتخابية على المستوى الولاية الآن بالقائمة لائحة الانتخابية لها اللائحة النسبية أنا أقول بأن قضية تنفيذ ديمقراطي نذهب إلى فلاليغويني العميل العام لحركة الإصلاح الوطني ما سوكا سعيد سيد الكريم سيد فلاليغويني أكيد سيد الكريم إنكم استمعتم إلى شكرا أكيد إنكم استمعتم إلى مختطفات من الحوار الدائر هنا في بلاتو قضية ونقاش طرحنا كنقطة أولى في هذا العدد نقطة تتعلق بالهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات أنتم كيف تنظرون الآن إلى هذه الهيئة وما موقفكم أصلا من تشريعيات إن صح التابيع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أجدد لكم التحية الحضور في بلاتو ومن خلالكم كل السادة المشاهدين وأقدم أيضا بدور عزائي لأخي وزميلي الأستاذ خلدون أخي أحمد كما تبعتم وكما نقلتم أنتم من خلال قناتكم الموقرة موقف حركة الإصلاح الوطني في حينه لما أعلنت قرارها المشاركة في الانتخابات المقبلة إيمانا منها بمواصلة نضالها السياسي ورفضا لسياسة الكرسي الشاغر نحن إذا قررنا أو بقرارنا المشاركة في الانتخابات هذا لا يعني بأن الجو الذي تتحضر فيه هذا الانتخابات والأليات التي تحضر للإشراف على هذه الانتخابات أنها محل قبول ورضى من طرفنا لنا ما نقول في هذا الموضوع وعلى رأس ذلك هذه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كما تعلمون جيدا بأن حركة الإصلاح كانت ولزالت تطالب بهيئة عليا دائمة لتنظيم الانتخابات مثل ما هو موجود في بعض الدول ولا أقول كلها لأن بعض الدول فيها الديمقراطية تراقية حتى لما يسند فيها تنظيم الانتخابات للجهات الحكومية وكيف عليها الإدارة إلا أنها تضمن تلك الحيادية وتضمن شفافية ونزهة العملية الانتخابية وهذا ما لا نتوقعه في الحالة الجزائرية أنا أقول أخي باختصار أن هذه الهيئة بغض النظر عن عددها وتشكيلتها وصلاحيتها هي أمام مهمة مستحيلة هنا سيد فلالغويني البعض ينتقدكم أنكم دائما ترسمون الصورة السودوية هذه أنكم غير متفائلين بنزهة العملية الانتخابية وبالتالي ستعلقون شمعة أي فشل للمعارضة أو لتشكيلتكم السياسية على هذه الهيئة عبر تكرار نفس الأستوانة التزوير لا يا أخي الكريم هذا ليس صحيح وهذا يناقض الواقع وأنا أقتبس لأقول أن الواقع أصدق أنباء من الكتب أو من الورق في حده الفصل بين الجد واللعب فكل أو أغلب من في المجتمع الجزائري سجل الملاحظات وسجل الكثير من العيوب التي صاحبت ورافقت كل الاستحقاقات الانتخابية الماضية والجميع يدرك جيدا ما شاب وعاب تلك الاستحقاقات ونحن لا ننطلق من فراغ ننطلق من تقارير رسمية للجنة الوطنية المستقلة السياسية السابقة ومن تقارير بعض اللجان ومن ملاحظات وشكاوى حتى بعض القائمين على مكاتب التصويت فلما نتكلم عن هذا عن هذه الأشياء لا نتكلم عن أشياء من فراغ أو نحاول تسويد الصورة كما تفضلت وإنما نريد أن نتقي كل هذه العيوب وأن ننتقل إلى نظام انتخابي شفاف ونزيه ويعبر عن الإرادة الشعبية ويضمن نتائج تكون في مستوى التمثيل الشعبي وترفع من مستوى وقدرات وكفاءة المؤسسات المنتخبة حتى تطلع بطبيعة الحال بمهمتها المنوطة بها نعم سيد فلالي غويني ابقى معنا سنعود لك في باقي عمر البرنامج سيد حسين خلدون تعليقك على تدخل فلالي غويني شكرا لأخ فلالي غويني شكرا لأخ فلالي بالنسبة لما جاء في كلمة الأخ غويني وتعليق بسيط وفي الحقيقة ينبغي على الأحزاب كل الأحزاب يعني كل حزب ينبغي أن يعترف بحجمه الحقيقي في أي استحقاق انتخابي وبالتالي نعم من خلال مثل سأضرب لكم هذا المثل في استحقاقات ماضية كثير من الأحزاب لا تغطي كاتب التصويت ولا مركز التصويت قد تلجأ حتى الألية اللي كانت موجودة في ممضى كانت كفيلة إلى حد ما بضمان الشفافية ونزهة الانتخابات إلا أن العجز حتى في عدد المناظلين ومؤطري لمكاتب التصويت كان هو في حد ذاته هذا هو الخلل لماذا؟ لأنه نحن في جبه التحير الوطني كانوا عندنا مناظلين نتلقى اعتمادات من طرف أحزاب أخرى تنافس جبه التحير الوطني ومع ذلك وأمام عجز تلك الأحزاب إلا أن هذه الأحزاب قيادات الأحزاب المحلية منحت الاعتمادات إلى مناظلين جبه التحير الوطني لكي تمثلها في مراكز التصويت وفي وفي مكاتب التصويت كيف تتصوراً؟ هذا الرئيسي عبدالزرحاب مشكلة الأساسية أعتقدها هو العزوف في حد ذاته عن الانتخابات والعمل السياسي في جزائر لعنا عزوف ولماذا هذا العزوف لازم بالوحدي؟ أولاً لأن الناس تمنش بالسياسة لا تفتح أيضاً بسياسيين ليس بسياسي طبعاً السياسيين والسياسة نسبة المشاركة ضعيفة في كل الانتخابات الشعور السائد عند المواطن هو أن هناك تصوير ثانياً هو أن السياسة ميدان للترقية الاجتماعية والشخصية موش لتمثيل المواطن هذا الشعور سائد عند المواطنين كذلك دور الإدارة في تنظيم الانتخابات عندنا مشكلة إحنا تقريباً البلد الوحيد مع بعض دور الأفريقية ليشك في نزاة الانتخابات لازم نطرع نفسنا السؤال لماذا؟ لماذا موج في الهند لماذا موج في المغرب لماذا موج في المكسيك لماذا موج في كومبوجيا ولا فييتنام فقط الجزائر كل مرة تكون موعد انتخابي نشكه في نزاة الانتخابات لأن حقيقة أننا خلل في النظام مدام الإدارة هي التي تنظم الانتخابات ثانيا مدام وزارة العدالة والناس كل تعرف أن العدالة ليست مستقلة وتغضع إلى أوامر سياسية في جزائر تشرف كذلك على الانتخابات فمصداقية الإدارة يعني إقحام الإدارة في العمل السياسي لأن الانتخابات عمل سياسي ثم مصداقية العدالة مصداقية على الفساد لديها في جزائر لعدها لا تدخل ولكن تدخل في الانتخابات بقوة وموجودة والقضاء يتخلوا يتلمسوا من الثياب قاضي ويصبحوا عضو في لجنة لا تبقى قاضي إذا خرجت من المحكمة وتخلت لجنة لا تبقى أصلا قاضي هذا مشكلة أريد أن أؤكد على نقطة ثالثة وهي مهمة كيف توصل الانتخابات في نفس الظروف تح العمل السياسي اليومي هو يضمن النزاع يعطي مصداقية الانتخابات هذا هو المشكلة لنا في جزائر العمل السياسي اليومي هذا العصوف العصوف هذا هو سبب شعب الجزائري طلق السياسة وسياسيا هو شعب الجزائري أصلا ما يعرفش حتى حزاب المعارضة لو ما كانتش التلفزيونات